موسيقى سيدة الوزراء، أعداء المكتب السياسي، سيدة العمدة والسادة والسيدات والرؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية نحن فرحانين كثيراً لكي نكونوا حاضرين معكم اليوم للإستماع أولاً، بالخصوص، أنا في منطقة اليوم، أنا في سلا والسلاة لدي أحد طرف كبير منها، لأن الوليدة كانت سلاوية وأغتنم هذه المناسبة أولاً، كما أننا هنا في سلاة لكي نهني وفريق الجيش الملكي على البطولة أنهني والجمهور المغربي عامة، ورأينا الأجواء في إندازه جميع المقابلات البارح وكيف يجب أن تكشف نقاف وحفلة وهذا الشيء يفرح وكي يبين بأن الآفاق من ما ينتظرنا في 2030 إلى توفقنا سيكون مغرب آخر إن شاء الله شكراً لكم منطقة جد مهمة تقريباً 15% من القيمة المصدر من البيب الناسيونال لديها مشاريع الكبيرة لديها المشاريع التي أمت بها في خنطرار لديها الحمد لله فنادق لذلك نرى فاربات تزاد شهر عن شهر استثمارات لي كبيرة سيكون هناك إن شاء الله أكبر سياشي في القارة الإفريقية فيت ألف ومئة سرير في هذه المنطقة في أفق 2026 كي لزونة انديسترية لأكسليراسون منطقة الصناعية لتسريع الصناعي لتلقات الحكومة في بولقنادل كين واحد العدد دي الاستثمارات الإشكالية دي المال التي تكلمت عليها اللي غادي نربطه الحوض دي الصبوب بالحوض دي الأبرقاق وغادي يتمكن تعطي هذا كحل كبير للساكينة دي الارباط وكذلك الطرف من الساكينة دي الضربدة بش الاستدامة دي الماء إن شاء الله فيعني برامج دولة برامج دولة يعني كين اللي جاي وكين اللي بداء وكين اللي كان خصي يكون عشر سنين قبل ولكن في ست شهور لست شبعة شهور لان غادي يكمل إن شاء الله وهذا كي خلي أنه كين واحد ديناميال لأنه كين بعد وحد تنوع كين مناطق قراوية كين مناطق فلاحية كين مناطق سياحية كين مناطق اللي هي تجارية ويعني وفيها الاستطمارات كل واحد في نجاح زروف المسؤولية دي لونتو من اللي حاضرين اليوم وليوم يمكن إلا كان بعض الناس اللي هما في مناطق القراوية للوقت شوية صعب من من اللي كانت لأن ما كان الأمطار ما كانت شتاف الوقت وذلك شي ولكن إن شاء الله شتت جي في الوقت يالها والخير يجي في الوقت ياله وحنا في واحد الاستمرار دي الخمس سنين دابا هاد السنوات هاد السنين اللي بقى لنا غادي تشوف الخير وغادي تشوفوا بأنه غادي تتمشير مع المواطن وتعاونوا مع المواطن إذا الحمد لله منطقة اللي غنية برجالها ونسائها بالاشتغال على واحد العدد دي المشاريع توم الأحرار يعني جبتو أصوات تبارك الله كبيرة في المنطقة قريبا أنا حسبت خمسة ربعين في المية من لابريزيدونز يلي كومين على حساب الكلام اللي قال السي الطالبي هي كترجع الأحرار موجودين مقوة في الجهة موجودين كذلك يعني عندكم العمدة ديال الرباط وهذا الشيء جميل لهذه المدينة الجميلة اللي كنشوفها الحمد لله كانت زيان نهار على نهار وكنشوفوا ضيوفنا الكرام بلي كي يجيوا أشكي قولوا على الرباط ومسؤوني الكبار بحيث مستوى الرباط في مستوى وولد كلاس يعني مستوى اللي هو عالمي الحمد لله بفضل مجهودات صاحب الجلال اللي ينصروا وكذلك بفضل المرافقين له لا هما سيد الولي ولا السيدة العمدة ولا الناس اللي يشتغلوا كل يوم إذن عندكم نتائج اللي هي إيجابية اللي خصكم تحافظوا عليها أنا را كانت توقع أنه اللي كتكونوا كتشتغلوا وعندكم العمليات ديالكم اليومية را ما يمكنش إخوان والأخوات يكونوا متفقين على كل شيء ولا بدما يكون النقاش ولا بدما يكون حواء ولا بدما يكون شوية ديال هذه أنا متفق لها هذه ما متفق لها ولكن ولكن هذا شيء خصو يبقى في الحدود ديال الخدمة ديال المواطن ما تنسوش ما جيتوش باش شيء يضي شيء ولا شيء يتفق مع شيء جيتو باش تحميروا المواطن وتغضيوه في العمل دياله ترجمة نانسي إذا إحنا كنتبعوا كنتبعوا ما تقوم به هذه الجهة ومتقنين وشفنا النتائج اللي تكلم عليها الستيطة البي واللي هي جد مشجعة يعني جميع هذة اللي كوميون جداد والمو دون جداد اللي الحمدلله توفقت فيهم يعني في المنطقة والنهيكيبيين بأنه الجديد للحزب بقى كينا معقول ديال الحزب يعني باقي واضح المواطنين أغرس أغرس ديال الحزب بقى موجودة عند المواطنين الحمد لله لن نعلاش لأن عندكم حكومة تشتغل عندكم حكومة رغم وهذا شيء قلت لكم وسمعتوه أنه بغوي الدونه في واحد الطريق لنرى هذه المشاكل الصباح والعشية ولا نرى في المستقبل ورغم هذا كان نرى المشاكل الصباح والعشية وكان نعالجوهم وكان نتعاملوا معهم والمليار الدولار والعشار المليار الدهم لدينا كم شروع في وزارة الفلاحة لننمي الفلاحة لنبقى الغلاف في السنوات المقبلة لنتابع المنتوج ديالنا هذا هو ديال كل الصباح وديال كل عشية لأن المواطن ذاك الشي اللي كي يشوف بليكي مشي شري يعني شي حاجة في السوق ولكن مغفلناش مغفلناش على الأهم الأهم هو الصحة المواطنين وشت المشاريع للدات و الف وخمسمائة ديسبونسير اللي غاديت تعمل كلها يعني بطريقة يعني مستوى أوروبي كبير لبليك تدخل مستوى الصفك تلقى فيها الممرض وتلقى فيها الإيكوغراف وتلقى فيها الطبيب وتلقى فيها الإمكانيات وقدر يستقبلك سيد العمدار كانت معنا لوقت اللي دشنا من واحد من الأوائل هنا في يعني في المدينة ديال الرباط وهذا شي يعني ما هو إلا جد إيجابي التعليم أولي ولا التعليم يعني العالي من الأولويات ديالنا سمعتون إذا كنا في البرلمان على ريفون ديال التعليم العالي للمبوتنص ديالها وكيفش يمكن تحيي تبدل الحياة ديال الطالب كيفش يمكن تزيد به الأمام كيفش تخليه أنه ما يتخلقوش عليه الأبواب من السنة الأولى وتعطيه الحد الأول والحد الثاني والحد الثالث حتى يكون صالح المجتمع ويقدر أنه يدامج في الغير في سوق الشغل شفتو أنه كذلك في ميدان ديال الشغل يعني لشارة دانبستيسمو عملنا لشارة ديال بيستيسمو دوزنا ستة وسبعين مليار ديال الدرهم ديال الاستطماف آخر الجنة اللي كانت اللي هي الجنة سميت وعند مشاريع اللي هي كبيرة لأن المغرب بفضل الحمد لله التوازنة اللي في بفضل يعني اتقل للناس كي تيقوا في سيدنا ويعني في الملكية ديالنا كي ديمو ما ديالها الاستمرارية ديال المشاريع لأنه حنا معمنا ما بليجين من فينا المشاريع اللي كانوا قبل منه اشتغلوا بيوم ونحن فرحانين أنه المشاريع اللي غادي نعملوا اليوم بقينا ولا ما بقينا في الفين وستة عشرين ولا سبعة عشرين ولا ثنين وثلاثين تقوم المهم يعني الحمد لله أنه سيدنا هنا الله يطول له العمر غادي كم مشاريع المشاريع غادي تكمل وغادي تزيد الأمام لأن مشاريع يعني في صالح المغاربة في صالح الشباب ديالنا في صالح تشغيل وتقو فيها أنه آه الأمور السنة اللولة ديالنا ما كانت سهلة ولكن الحمد لله هذا الاستثمارات التي عملنا وهذه الرؤية وبقينا في السكة ديالنا وعرف الأولويات هنا تخاصي الركب ستجعل أنتم ما رابدتم تشاهدون الآن من بعد ما كان الكوريد وكان الحمامات مسدودين وكان يعني الكار ما تقدرش طلع فيه واحد العدد ديال أكنساو شوية شوية الله وشوفوا كيفاش كنا عايسين الحمد لله الآن الاقتصاد ديالنا كيتتحول كينفاتح كينواحد الحركة كينواحد دينامية في الأسواق بدأت لأمور كاتميتو كينواحد العدد ديال استثمارات اللي كي وضحوا هذا الشيء من بعد الكوفيد يمكن نقول لكم بأنه يمكن فيه خير البلاد لأنه واحد العدد ديال المستثمرين كي قربوا من الأسواق اليوم باش يديروا الاستثمار ديالهم ليهما كانوا بعيد وهذا الشيء غدي نقف عليه عندكم حكومة فيها أغلبية منسجمة فيها وزراء ليوم في المستوى عندكم كذلك أغلبيتكم في الجهة ديالكم اللي هي متكاملة كنت طلب منكم باش تحافظوا عليها باش يعني كل واحد يدير شوية ديال الصبر في الوقت دياله باش تنجحوا هذا الالكسبرينس هذه التجربة اللي هي يعني رافاريدة وإما الشي الأخر ديال هذا قال وهذا قال وذلك شيء هذا كله هذا ما ننسوش بأنه جوج المليون ومئة ألف ديال الأصوات اللي صوتوا عليكم باش تكونوا فالزميتو أنا متقن بأن الأغلبية في كوم غدي بغي عود يرجع معانا كي اللي ما بغاش يرجع معانا هنا في الصال الرئيسة لا ديجا أنه كلكم إن شاء الله ستكونوا متحمسين باش تطلعوا في القطار من جديد ديال ديال تجمع الوطني الأحرار وبأنه واحد العداد ديال الحمد لله ما واحد بعد المسائل لما كنا نشتفقنا فيها بحال النساء بحال هذا غادي نصلحها في المستقبل إن شاء الله وكل لكل مرأة وأنا دائما كان قولها وكان فتخر بأن المدن الكبار ديال بلادنا الغباط وضل بضع فيها نساء تجمعيات يقومون يقومون بالواجب ونشجعوهم ونتمنى لهم التوفيق نتمنى لكم التوفيق شكر لكم